بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ورحمة بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم للصف السادس الابتدائي حسب منهجي تحفيظ القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى نتلو آيات من سورة مريم من الآية السابعة والسبعين إلى الآية الثامنة والتسعين إلى نهاية السورة إن شاء الله تعالى أولا أهداف الدرس أول هدف طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر مثالها إلى أضعاف كثيرة أيضا من أهداف الدرس تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء هذا يعني أننا حينما نقرأ نتأنى ونتمهل أثناء التلاوة أولا لماذا؟ لنتمكن من رؤية الحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ الكلمة إلا بعد النظر إلى الحركة التي على الحرف بل لا أقرأ الحرف حتى أنظر الحركة التي عليه لأن أكثر الأخطاء تكون في نطق الحركات بسبب السرعة وعدم التركيز وعدم الانتباه لهذه الحركات إذن سنقرأ بتأني وتمهل لنعرف القراءة الصحيحة أيضا من الأداب تطبيق أحكام التجويد سنطبق إن شاء الله تعالى الحكام التي أخذناها في دروس التجويد أيضا بارك الله فيكم التلاوة بتدبر وخشوع حتى نفهم كلام الله ثم نعمل بكلام الله عز وجل أداب تلاوة القرآن الكريم من الأداب الطهارة أتوضأ قبل تلاوة القرآن الكريم كذلك الإخلاص وهو أعظم الأداب يعني قبل أن أقرأ الآيات أنوي أن هذه الآيات أقرأها لوجه الله تعالى أطلب رضا أطلب الأجر منه سبحانه وتعالى ومن الأداب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم أقرأ الاستعادة أقرأها بتأني وتمهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الطريقة ومن الأداب تحسين الصوت بالتلاوة يعني أحسن الصوت وأزين قراءتي وأزين صوتي وأحليه بأحكام التجويد أو تطبق الأحكام التجويدية يعني لا أزيد في تطبيق الأحكام ولكي أحسن الصوت تحسين الصوت يكون بأداء التجويد والتأني والتمهل وحسن الترتيب ومن الأداب البسملة أقرأ البسملة يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور ويجوز أن نقرأها في أواسط السور القراءة بتدبر من آداب تلاوة القرآن الكريم لنفهم كلام الله كذلك التسبيح عند آيات التنزيه يعني الآيات التي فيها تنزيه لله تعالى أو تسبيح له أو ذكر أسماء وصفاته إذا قرأناها نقول سبحان الله ثم نكمل الآيات سؤال الله من فضله عند آيات الوعد حينما أمر بآية فيها وعد برحمة ومغفرة وجنة أسأل الله من فضله ثم أكمل القراءة كذلك الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد يعني الآيات التي فيها وعده بالعذاب أو بالنار إذا مررنا بها أستعيد بالله من عذاب الله ثم أكمل القراءة طيب الآن هذه الآداب وهذه الأهداف بقي التلاوة التلاوة ستكون إن شاء الله أولا نستمع جميعا للآيات ونركز على الآيات يعني أريد منكم أن تنظروا إلى الآيات سأقرأ وأنتم تنظرون إلى الكلمات وخاصة الحركات تركزون على الكلمات والحركات التي على الأحرف وكيفية نطق هذه الكلمات أولا بعد ذلك أبي لكم الكلمات التي تحتاج إلى بيان بعض الأحكام التجويديية أيضا التي أخذناها في المدود كذلك بارك الله فيكم بعد ذلك أنتم تقرؤون الآيات يعني لا بد من التطبيق منكم لقراءة الآيات ويسبق هذا التركيز والانتباه أولا استمعوا سماعا صحيحا ثم أقرأوا إن شاء الله تعالى قراءة صحيحة على بركة الله أقرأ لكم الآيات أسأل الله تعالى التوفيق في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هذه الآيات التي سوف نتلوها إن شاء الله وتعالى ونتعلم تلاوتها نبدأ من الآيات الأولى أولا أبيل لكم الكلمات ثم نقرأ سويا ركزوا معي على هذه الكلمات لنقرأها قراءة صحيحة كلمة الأولى أفرأيت أفرأيت الذي أفرأيت أفرأيت ننتبه لها طيب كلمة لاحظوا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا لَأُوتَيَنَّ النون المشددة نأتي بالغنة فيها لَأُوتَيَنَّ طيب الكلمة الأخرى أَطَّلَعَ لاحظوا أَطَّلَعَ أَطَّلَعَ كلمات سهلة لاحظوا معي واو الصلة لاحظوا هذه الواو هذه الواو صلة للهاء موصولة بالهاء وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ لَهُ مِنْ لما أقف على كلمة له لا أقرأ الواو وَنَمُدُّ لَهُ وَنَمُدُّ لَهُ لما أصل أتي بالواو وَنَمُدُّ لَهُ الكلمات سهلة جدا لاحظوا معنا كلمة كلا هذه الكلمة لاحظوا عندنا عليها علامة الوقف نقف عند علامات الوقف في القرآن الكريم كلا ثم نكمل سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ طيب عندنا بارك الله فيكم هذه الكلمة آلِهَةً لاحظوا معي الألف هنا نأتي بها بمد مد من مقدار حركتين مثل المد الطبيعي آ آلِهَةً آلِهَةً إذن على بركة الله نقرأ سوياً الآيات الآن تقرأوا معي الآيات ركزوا وقرأوا أولاً الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقرأوا الاستعاذة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً اقرأوا معي حينما أبدأ القراءة أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلاً سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلاً كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً أحسنتم بارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية هذه الآيات التي نريد أن نبين لكم بعض ما فيهم كلمات الكلمات سهلة جداً فقط نريد منكم التركيز والانتباه لاحظوا مع هذه الكلمة نبدأ بها من أولها تأزهم لاحظوا الضم في حرف الزاي تأزهم تأزهم أزا أيضاً نأتي بالشدة تأزهم أزا يقرأوها أحسنتم أيضاً هذه الكلمة نلاحظوا الحرف المشدد نعد نعد لهم عدّا سهلة الكلمات سهلة جداً إذن نبدأ على بركة الله نقرأ الآيات هنا تنبيه إلى المدود أخذنا المدود في دروس التجويد عندنا هذا مد لاحظوا معي آلف وبعدها همزة ما نوع المد هذا وما اسم هذا المد أخذناه في التجويد هذا مد نعم منفصل أحسنتم مد منفصل لأن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة كم نمد هذا الحرف المد في الألف أربع حركات أَنَّا أَرْسَلْنَا يلا نبدأ على بركة الله اقرأوا معي الآيات أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا آيات سهلة ننتقل إلى الآية التالية وأيضا نبين الكلمات لاحظوا معي كلمة إِدَّا إِدَّا طيب هذه الكلمة نبدأ من الحرف الأول يَتَفَطَّرْنَ يَتَفَطَّرْنَ وَتَخِرُّ وَتَخِرُّ ركزوا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ آيات سهلة جدا وَمَا يَنْبَغِي مَاذا تعني هذه الميم؟ وَمَا يَنْبَغِي لاحظوا عندنا هذه الميم أخذناها في أحكام التجويد في الصف الخامس تعني الإقلاب يعني قلب النون الساكنة إلى ميم ثم إخفاء هذه الميم وَمَا يَنْبَغِي اقرأوا هذه الحكم اقرأوا هذه الكلمة لتطبيق الحكم أحسنتم كلمة أخرى كلمة عدّا وَعَدَّهُمْ عَدّا يعني نأتي بالشدة ركزوا على الشدة نأتي بالشدة طيب الكلمة اللي بعدها لاحظوا وَنَبْدَى بالحرف الأول وَكُلُّهُمْ نَنْتَبَهِ إلى اللَّامَ المَضْمُومَة وَكُلُّهُمْ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ آتِيهِ هذا المد يسمى مد بدل يسمى مد بدل مقداره حركتين مثل المد الطبيعي آتيه طيب نقرأ الآن آيات اقرأوا معي بارك الله فيكم وانتبهوا مستعدون اقرأوا حينما أبدأ قراءة اقرأوا معي وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوُ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ أَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الآيات التالية الآيات السهلة اليسيرة سورة مريم جميع آياتها سهلة يسيرة فقط نريد منكم التركيز لاحظوا معاي هذه الكلمة نأتي بالواو المضمومة والدال المشددة وَدَّا طبعا هذه أبنائي وبناتي ودا بالتنوين لكن لما أقف على التنوين الذي على الألف أقف بالألف لا أقف بالتنوين لا أقول ودا بل أقول ودا يعني آتي بالألف بدل التنوين ودا مع ضم الشفتين عند الواو ودا ودا هكذا نقرأها كلمة لتبشر به لتبشر به طيب كلمة أخرى مثل كلمة السابقة لدّا لاحظوا اللام مشددة قوما لدّا قوما لدّا لاحظوا طبعا التنوين هنا في كلمة طوما هذا التنوين يدغم في اللام هنا يدخل حكمه إدغام لأنها من حروف يرملون فهو مدغم في اللام فصارت اللام مشددة فقرأناها قوما لدّا مع الإتيام بالدّال هنا المشددة إذن الحروف المشددة في قرآن الكريم مهمة جدا مثل هذه يسرنا لتبشر هل تحس إذن هذه الحروف المشددة نأتي بها طبعا عندنا النون المشددة النون المشددة تغن بمقدار حواكتين دائما والميم المشددة فإنما فإنما هذه الغنة لكن الحروف الأخرى المشددة نأتي بها بدون غنة ودّا الصالحات لتبشر قوما لدّا تحس لكن الميم المشددة سواء بالإضغام أو الميم المشددة في أصل الكلمة نأتي بالغنة فيها منهم من منهم من نأتي إضغام هذا طبعا ما هو الحكم هنا أخذتموه في حفي سادس في حكام التجهيد في الصف الخامس هذه ميم ساكنة بعدها ميم ما الحكم نعم الحكم هو إضغام إضغام الميم في الميم إذا أتت بعدها منهم من أحد طيب الآن نقرأ الآيات الآن تقرؤوا معي الآيات أرجو منكم النظر إلى الكلمات والقراءة حينما أبدأ لما أضع القلم وأقرأ تقرؤوا معي الآيات نتعود على القراءة الصحية نسأل التوفيق في ذلك نبدأ على بركة الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبَلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بارك الله فيكم ونفع بكم أريد أن أنبهكم إلى بعض الكلمات أو بعض الحروف لاحظوا معي هذه الحرف هذه الحرف الياء رأيتم هذه الصلة الصلة بماذا؟ صلة بالهاء موصولة بالهاء يعني لما أقرأ الهاء وأصلها بما بعدها أقرأ الياء يعني وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَا بِهِ قَوْمَا آتِبِ الْيَاءِ في حال الوصل لكن لما أقف على الهاء أقف السكون ولا أقول الياء وَتُنْذِرَ بِهِ لما أصل وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَا كذلك الألفات الصغيرة التي تتكرم معنا دائما هذه نأتي بها يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك إذن نكمل باركة بعض الهاء طبعا عندنا النون مشددة نقول لكم النون مشددة نأتي بالغنة فيها بمقدار حركتين إن وننتبه أيضا للحركات لاحظوا معي هذه الكلمة قبلهم اللام عليها فتحة قبلهم قبلهم إذن ننتبه لهذه الكلمات وهذه الحركات إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذن قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذن نقرأ الآيات استمعوا للآيات من المصاحف المرتلة أو المجودة أو المصحف المعلم وطبقوا القراءة بالتجويد والترثيل حتى نقرأ قراءة صحيحة مجودة مرتلة وإلى درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته